السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي اخبار كريم واللي بنتكلم في النهاردة في هذا الفيديو عن ماذا قدم محمود ترزيجي في عودته كاساسي ضد كارا جو مروك في مباراة مثالية رغم الاهضار في مشاركته الاولى كاساسي مع فريقه في الدوري التركي منذ مواجهة كونيا سبور يوم 29 ابريل 2023 انفجر محمود حسن ترزيجي نجم ترابازون سبور في فوس فريقه على كارا جو مروك باربعة اهداف مقابل هدف وحيد في الدقيقة 20 تسبب محمود حسن ترزيجي بالهدف الثاني بعد التسديد حولها باتوهان سين الى اشباك ترزيجي سجل اول هدف يحتسب له في الدقيقة 35 بعد تمريره من عبد القادر عمر وبنفس الصانع سجل ترزيجي تاني اهدافه ورابع اهداف الفريق في الدقيقة 51 ورفع ترابازون سبور رصيده الى 51 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد كارا جو مروك عند 44 نقطة في المركز التسع وبذلك لعب ترزيجي مع فريقه في هذا الموسم 39 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 12 هدف وصنع سبع اهداف فايه اللي قدمه محمود حسن ترزيجي ضد كارا جو مروك لعب من الدقايق 89 دقيقة وسجل هدفين اللمسات القرى 55 التمريرات الصحيحة 26 من 36 دقة التمرير 72% التمريرات المفتاحية 2 العرضيات 1 من 2 الصحيحة يعني 50% من عرضياته كانت عرضيات صحيحة صناعة الفرص الكبيرة 1 التزديدات على المرمى كانت 4 من 7 والمروغات النجحة 1 من 2 يعني 50% من المروغات كانت نجحة عن ترزيجي الفرص الكبيرة الضائعة 2 الصراعات الهوائية ان جحة 1 من 1 يعني 100% والصراعات الارضية الناجحة 3 من 7 وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة عن ايه اللي قدموا محمود حسن ترزيجي في عودته كاساسي ضد كارا جو مروك في مباراة كانت مباراة مثالية رغم اهضار الفرص من النجم الكبير محمود حسن ترزيجي ففي النهاية نتمنى التوفيق لنجمنا المصري محمود حسن ترزيجي دائما ويسجل العديد من الاهداف في المباراة القادمة نوادي كتير تتمنى وجود محمود حسن ترزيجي في ناديها ولكن هو حتى الان موجود في الترابازون سبور وقبل كده كان بيلعب في النادي الاهل الكبير وكان سبب في احترافه في العديد من الاندية واحترف ايضا في نادي اسطن فيلا وكان ملازم لزميله النجم الكبير المصري احمد المحمدي اللي اعتزل كرة القدم الان ففي النهاية نتمنى التوفيق دائما لنجمنا محمود حسن ترزيجي لان العيب المصريين كلما يتوفقوا برا في اوروبا ده بيديهم فرصة كبيرة جدا ان يكون ده عائد على منتخب مصر بالنجاح الجيد جدا لصالح المنتخب المصري لا احد ينسى هدف احمود حسن ترزيجي في مرمى المغرب من صناعة النجم الكبير محمد صلاح وكان هدف الفوز والتأهل الى الدور نصف النهائي في هذه البطولة فكل ما يكون محمود حسن ترزيجي في الاحتراف جيد جدا كل ده ما هيعود على منتخب مصر بالنفع والفائدة وهيفيد روي فيتوريا اللي يعتبر محمود حسن ترزيجي من الاوراق الربحة ليه في مباريات مصر ان شاء الله في الفترة القادمة سواء كان في تصفيات كأس الامم الافريقية او في تصفيات كأس العالم عشرين ستة وعشرين فنتمنى ان هو يكون زي وزي محمد صلاح في انجلترا يكون عندنا محمد صلاح اللي هو محمود حسن ترزيجي في تركيا ويقدي كورة تجعله دائما في الامام وتجعله دائما النوادي كلها تختاره ويحتاره من اللي ياخده من النوادي دي وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين اشتركوا في القناة